الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الصيني يشهدان توقيع 21 اتفاقية ومنحة بمليار دولار من بكين الى القاهرة رئيس الوزراء يحاول احتواء ازمة قانون الخدمة المدنية في البرلمان ويؤكد تعديل القانون واعادة عرضه على مجلس النواب ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في مدينة العريش الى سبعة وقوات الجيش الثالث الميداني تضبط مخزنين يحتويان على متفجرات وذخائر خاصة بعناصر تكفيرية ومحكمة النقد تؤجل محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين ليوم السابع من ابريل القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الورد والفل والياسمين احلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2016 من الميلاد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون انا الحياة عايز اكلم كتير عن قصة شهدائنا اللي بيتساقطوا كل يوم دفاعنا عن الوطن سواء من ابناء الجيش او من ابناء الشرطة خصوصا في الحرب الحرب بكل ما يتحمله الكلمة من معاني اللي دايره في سيناء النهاردة سقطت مننا سبعة وسقطوا في حادث قذر ارهابي اسود كالمعتاد خافة فيش الظلام بتطلع تقتنص جنودنا اللي بيحموا الوطن خلوني قبل ما اكلمكم عن اللقطات اللي عندي اهم دول صور خمسة من السبعة ابطال اللي سقطوا وكان فيه اتنين كمان بيتم محاولة علاجهم لكن لقوا حتفهم في مستشفى العريش خلوني الاول احاول عايش حضراتكم الحالة اللي حصلة في مصر وجنازة الابطال والنهاردة اعتقد انه وزير الداخلية تقدم جنازة احد الشهداء المقدم حسين العشماوي خلوني نشوف هذا التقرير السريع ونرجع نتكلم في فكرة اللي بيحصل دا معناه ايه واكتر من اللي بيحصل معناه ايه احنا رد فعلنا عليه عامل ازاي عشان تعرفوا ان احنا كمان الحقيقة بنغلط كتير رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتحسبن الذين قدلوا في سبيل الله عواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا القصة عندي كلها بقى في الاطفال الصغار دي اللي انتو شفتوها في الفيديو هما دول اللي بيتفعوا التمن اولاد الشهداء او اولاد الابطال السبع عرسان اللي في زفة الشهداء دلوقتي بتحفهم الملائكة للجنة باذن الله انا مش اقلقنا عليهم يعني وربنا يلحقنا بيهم في منازل الصدقين والشهداء في الجنة والحمد لله هم في مكان احسن من مكاننا وفي صحبة احسن من صحبتنا وفي مقال احسن من مقالنا والله هم احسن خاتمتنا كما احسنت خاتمتهم فما عنديش مشكلة معهم خالص انا عندي مشكلة مع مين بقى انا عندي مشكلة معانا عندي مشكلة معاكم عندي مشكلة مع اثارهم مشكلتي مع اثارهم مشكلة واضحة ان الحقيقة ما حدش بيفكر فيهم اه وانا حاول كلام ربما يكون قاسي شوية بس تستحملوه مني لاني ما تعلمتش اقول غير اللي انا مقتنع بي احنا الحقيقة بنطبطب عليهم النهاردة بس ووزير الداخلية بيفتكنهم النهاردة بس وراحوا الجنازة النهاردة وسلم على الولاد اقول له اذا بتشوفته في الفيديو في الاخر الفيديو كده وطع على رأس احد ابناء الشهداء وقبلوا قال له البقية في حياتك وشد حيلك وما بقى بطل وكلام رائع اهو شايفين كده اقول له وزير الداخلية بيسلم على الولاد الصغيرين اهو بيبوسوا بيقول له شد حيلك خلصة القصة خلصة قصة يعني خلصة القصة احنا كاعلام خلص بننساهم من بكرة عندنا موضوعات تانية عندنا بقى المجلس بالنواب وعندنا الشيخ ميزو وعندنا الشيخ مش عارف ايه وعندنا مش عارف كذا وعندنا برنامج كذا وعندنا الفنانة كذا وعندنا الاخت كذا ودولة ناسهم راحوا ايه في النسيان مش بس الاعلام اخشى كمان انه وزارة الداخلية بيبقى كل اهتمام من النهاردة بالجنازة العسكرية وبالورود وبالكاميرات وبالشكل ثم من بكرة برضو بيروح في طايا النسيان احنا بقى كمان كمجتمع ورأي عام بنقعد النهاردة المصبح الشفايفتنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله يصعبنين علينا لا حول ولا قوة إلا بالله وشكرا بكرة كل واحد بيلتفت لحاله انتو مش عملتوا يا سادة يا دولة محترمة مش عملتوا صندوق محترم لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير انا هنا مش بقلل من قيمة ثورة 25 يناير بس انا بقول مش شيء يذكر مش الناس اللي نزلت 25 يناير دي نزلت في مهمة وطنية عشان تدفع عن بلدها وعشان تصلح بلدها وعشان مش عارف ايه مش كده واللي تصاب واللي مات اتعمل صندوق قومي لأسر الشهداء ومعونة شهرية لأسر الشهداء وأسر المصابين وأنا بقول لكم هذا الكلام على عهدتي الخاصة في كتير من اللي بياخدوا مكافأة شهرية أو دخل شهري من السندوق بتاع أسر المصابين والجرحة والشهداء بتاع 25 يناير لا يستحقونها وفي كتير خدوا الشهادة بتاعي ان هو مصاب 25 يناير وهو ماسك المطوى وحططها على رقبة الموظف في وزارة الصحة كلام ده حصل في آخر 2011 وفي 2012 وأنا شاهد على هذا الكلام واللي عايز يهاجمني واللي عايز يشتمني ربنا يوفقه بس أنا بقول لحضراتكم واقع ومش أحط راسي في الرمل زي التراب زي النعام فماشي خلاصا اللي استحقوه استحقوه لكن فين بقى الشهداء بجد وفين أسر الشهداء بجد وفين أبناء الشهداء بجد أخيرهم ربنا يصبرهم مصمص شفايفنا خمس دقائق وشكرا الكلام ده مش حينفع مش حينفع وما ينفعش يستقيم لأنه كل يوم هذا الوطن ومؤسسته العسكرية ومؤسسته الشرطية بيقدموا شهداء وبيقدموا تضحيات وبيقدموا بطولات ومش معقول كل يوم نقابل هذه البطولات وهذه التضحيات وهذه الشهدات بنكران جميل ونوع من أنواع يعني مش عايز نسميه قلة أصل نوع من أنواع قلة الأصل مش حينفع اعملوا صندوق لشهداء الشرطة والجيش علشان الأب في الجيش وفي الشرطة اللي واخد سلاحه ونازل من بيته وشايل روحه على كفه وشايل كفنه على إيده ونازل يحمي الوطن يبقى نازل وهو عارف أنه لو استشهد لو راح في سبيل الوطن الوطن واخد باله من عياله الوطن أبو عياله لكن ما ينفعش الرجل يروح وعياله كمان يروحه وعياله لما يفقده الأب واللي بيصرف والعائل وولي الأمر والحضن والعيلة وكل حاجة حلوة هيبقى إيه هيبقى مستقبله راح أرجوكم يا سادة الموضوع مش هزار وإلا بعد كده هتلاقوا زباط في الشرطة وكده يقولك طب وانا أروحه وأسيب عياله ليه طب ما بقى خلاص أنا خليني أععد معياله أحسن وأنا عارف أنهما مش هعمله كده بس منفعش إحنا قلة الأصل تبقى زايدة عندنا كده الناس دي لازم تتربى أحسن مكان أبوها كمان موجود ولازم ابن البطل يحس بتقدير الدولة للي أبوه عمله لازم ابن الشهيد يحس بالبطولة اللي أبوه عملها هيحسها إزاي مش بالأغاني ولا بالتكريم بتاع النهاردة وشكرا لا باهتمام ورعاية ومكافآت مادية كثيرة وتعليم محترم جدا ولو في مدرسة حكومية الدولة تتكفل إنه يخش مدرسة خاصة بمصاريف عالية ونتفحها سواء الدولة تتفحها أو إحنا ندفع تبرعات لصندوق شهداء الشرطة والجيش ما عندناش مشكلة خالص إن إحنا نعمل الناس قدر أعطاها العدل يا سادة العدل اللي هو أساس الملك وأساس الحكم وأساس الحياة وربنا سبحانه وتعالى الاسم العدل الحكم العدل أساسه إنه العطاء أو الجزاء على قدر العطاء الناس دي فيه إيه أكتر من كده تعملوا للبلد إنها أعطت روحة للبلد يبقى جزائها سلام في جنازة طبطبة في جنازة ولا ده يتنقل نقلة تانية هو ومراته وعياله ويبقى أسرة بجد الناس تانية تقول يا رب نستشهد أنا يخلوني أصل مرحلة إن أنا أقول يا رب أستشهد عشان أولاد يتربوا التربية الحلوة بتاعت أولاد الشهداء دي هي دي البلد المحترمة اللي بتحترم نفسها وبتحترم من يعطيها ومن يضحي من أجلها العزاء واجب تحديداً كمان النهاردة لمحافظة كفر الشيخ لأنها فقدت أربعة من أبطالها أربعة من السبعة اللي استشهدوا في العملية الإرهابية فجر اليوم في العريش كانوا من محافظة كفر الشيخ معي على الهاتف السيد محافظ كفر الشيخ مساء خيراً مع المحافظ أهلاً بيك أهلاً بيك مع البشر البقاء والدوام لله الحقيقة يعني يعني البقاء لله والدوام لله يعني اللي مش عايز أقول لحضرتك فعلاً يعني بالحزد والألم اللي أصابنا كلنا أصاب أهالي كفر الشيخ ومصر كلها على وجه العموم استشهاد جلودنا الأبطال الشهداء الواجب في أحداث العريش مبارح بشمال سيناء واللي استهدفتهم يد الغد من مجموعات الهابية غاشمة ما عندهاش لحس وطني ولا ضمير سيد محافظ أنت عندك أربع شهداء ولا خمسة لا عندنا خمسة خمس شهداء خمسة من الشهداء من كفر الشيخ خمسة أربعة وصلوا الخمس وصل برضو أعفر للطريق وكان مصابه واستشهد يعني رحمة الله يعليم رحمهم يكرمهم ردود أفعال أهال أهاليهم إيه يا سيد محافظ والله يعني أنا مش عايز أقولك سيد تامر الحالة الحزن اللي كانت موجودة هنا في البلد ووقت التشييع للجنازة يعني حاجة حاجة فعلا يعني تصعب على الكافر يعني يعني بجد الواحد بيصعب الكلمات مش موجودة يعني ما نقدر يعني الكلابة نقدرش نعبر عنه صحيح صحيح حالة حزن فادحة طيب أنا هنا سيدة المحافظ لو سمحت لي معرفش حاجة سمعتني ولا أولا أنا بتكلم في المقدمة قبل ما أدخل في التليفون أنا لش سألت كل حالة دلوقتي تامر به والله أنا القصة كلها كنت بتكلم على أنه الأبطال اللي راحوا دول وهم بيدفعوا عن البلد ماينفعش نبقى متعاطفين معهم ومع أسرهم بالنهاردة وبعد كده نهملهم الحياة وماينفعش حتى أنا عارف إمكانيات المحافظة وإمكانيات كذا هيتصرف بش عاية خمس تلف جنيه ولا عشرين ألف جنيه ولا كذا أجبوا وفق أو انساهم الحقيقة أسرهم دول لازم يتراعوا ويتعاملوا معاملة خاصة جدا وأنا اقترحت أن يتعمل صندوق قومي لشهداء الجيش والشرطة اللي بيتسقطوا يوميا دفاعا عن الوطن لأنه الولد الصغير ابن الشهيد ماينفعش يدفع تمن اللي أبو عمله بالعكس ده المفروض يكافأ ويقدر نتيجة بطولة أبيه أنا مع حذرتك قلبا وقالما في الموضوع ده وإحنا مش هنسيبهم وإحنا لسه بنكون في بلادهم اللي هم عايزاهم هناك في مطوربس وسيجي سالم إن شاء الله يعني في أربعة من بلد واحدة مطوربس وواحدة من سيجي سالم يعني إن شاء الله الشهداء ديت إحنا هنكون معهم على طول ومع أهليهم ومع زاويهم كلهم طيب أنا استسمحك بس يا ساتل وحافظ أنه بعد الهوى مباشرة حنتواصل مع حضرتك كل المطلوب بس من حماليك لو سمحت عايزين حصر بأسر الشهداء اللي عند حضرتك من المحافظة بياناتهم أولادهم ورقم تليفوناتهم عشان نعرف كمان نتواصل معهم ونشتغل مع الحكومة ونشوف حنقدر نعمل لهم إيه لأن الحقيقة أنا خايف أنه بعد يوم يومين القضية تتنسي وهم كمان يروحوا في طاي النسيان لا إن شاء الله مش هتنسوا دول شهداءنا وهم دولة اللي بيحطوا الوقود لنا أنا عارف ساتل وحافظ وهم كل حاجة بس أنا أخشى بس أن الكلام بيبقى النهاردة بس فأنا عايز الكلام بيبقى مستمر إن شاء الله مش هنسيبهم أنا على يقين مش هنسيبهم إن شاء الله هنكون موجودين معهم طيب هنتواصل مع سياد تكاسات المحافظ إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا يعني أنا أوعدكم إن أنا هكمل في القصة دي وحنشوف قصة هنشوف الطريقة المثلة لإن إحنا نطمن أهالي الزباط في الجيش والشرطة إن إحنا وراهم وإيدنا في إيديهم وإنه أنا أنا باعتباري مواطن مش أنا مش تامل أمين ده ولا حاجة بس أنا باعتباري مواطن بقول للكل زابط جيش وشرطة أنا في حالة استشهادك أنا أبو العيال أنا أبوهم اللي يعني قادر إن أنا أسد احتياجاتهم وربيهم زي ما كنت موجود وحسن إن شاء الله أنا المواطن المصري أنا الدولة المصرية ده هيتحقق إزاي حنشوفه طريقة بس على الأقل أوعدكم يعني مش حننسى لأنه الحقيقة فكرة الزهايمر السياسي اللي بيحصل عندنا والزهايمر الوطني دي شيء في منتهى قلة الاحترام النقطة التانية كمان قبل مقفل قصة الجيش خالص والقصة بتاعت الشهداء قصة ليه علاقة بيننا إحنا بقى يعني خلاص أنا كلمت دلوقتي عن الدولة وإن إحنا قد إيه دولة بتنسى بسرعة عندها زاكرة السمك وما بتهتمش قوي بمكافأة من يعطيها لكن القصة التانية بقى أنا عايزة أعرف إحنا كشعب وكرأي عام إحنا إيه حالة التبلد اللي بقت فينا دي؟ وإيه حالة اللامبالال اللي بقت فينا دي؟ على مستوين الحقيقة مستوى الأول في فكرة إنه واضح إن إحنا بقينا واخدين على الأخبار دي فخلاص بقت عادية عارفين زمان في السبعينات والثمانينات لما كنا بنسمع خبر استشهاد طفل في فلسطين في الانتفاضة مش عارف إيه وكذا كانت الدنيا بتقوم وبتعود وبعضيها بسنة سنتين ثلاثة بقى خبر يومي في نشرات الأخبار في نشر التسعة كده زمان لما كنا نتفرج عليه كذا كذا فبقينا خلاص نتفرج ومتوقعين الخبر إنه كل يوم حيستشهد كذا لحد ما استشهد طفل محمد الدرة والدنيا مش عارف إيه وبعد كده كل يوم بستشهد طفل فلسطيني تحت الآلة المجزرة الإسرائيلية والعالم ما بتحركش وإحنا كمان مبيناش يعني يتحرك ما بنبقاش نسأل أساسا المصيب إنه ده بقى يحصل عندنا كمان يعني حادثة وفاجعة زي دي ومصر المصريين النهاردة عاديين الحقيقة يعني بيكلموا عادي ومهتموش قوي ومش ده مطر كلامهم ومطر أحدثهم ومطر اهتمامهم ومطر أفكارهم لا حادثة يا خبر ربيض لا حول رقاء ربنا يرحمهم رحمه إسا بس المستوى الثاني وهو الأنية البقى من وجهة نظريه هو مستوى السوشيال ميديا مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وأنا عايز أسألهم بقى هنا إذا كان فيه يعني جماعة اسمها جماعة التواصل الاجتماعي من الشباب المصري والمصريين أنتوا إيه؟ يعني لما بيكون فيه وقعة وأنا معاكوا أنه لازم يتضرب على دماغه الظابط اللي بيعذب ولا مش عافية وقعة التعذيب ولا حد بيموت ولا بتاع الدنيا بتتقلب على السوشيال ميديا الدنيا بتتقلب وكل شاب بيبقى له بيعمل عشر صفحات على الفيسبوك و18 تغريدة على تويتر اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ودي كذا وروح كذا مش كده بيحصل النهاردة لعل المنع خير يعني الدنيا بارد مثلاً ولا إيه؟ ما فيش حاجة موقع التواصل الاجتماعي مش مشتعلة لا دفاعاً عن الناس اللي ماتت ولا تأييداً للدولة في حربها ضد الإرهاب ولا قطحاً ولا تسفالةً في الإرهابيين اللي بيطلعوا ما فيش ظلام يقتلوا ولادنا في الظلمة ويجروا ولا حاجة خالص عادي فأنا عايز أفهم هو أنتو مش عايز أقولها كذا عشان ما تزعلوش مني بس الحقيقة إحنا كمان لازم نراجع حسابتنا ونراجع مواقفنا لأن إحنا بنساهم في هدم البلد دي بيقدينا آه أنا ما بقولش إن إحنا نغمض عن السلبيات دي بس لما تبقى بلدك في محنة وتسيبها حتى لو بتويتها ولا بصفحة على الفيسبوك أنا في رأيي أنها خيانة مش من الدرجة العظمية لكن خيانة صغرى ومعظم النيران من مستصغر الشرر ومن مستصغر الخيانات راجعوا حسابتكم ونراجع حسابتنا كلنا لأن كلنا الحقيقة بنسيء لهذا البلد كلنا بلا استثناء طيب آه إمبارح كان فيه جدل كبير آه حصل في مجلس الشأن نعم أنا ما قلتش أنا قلت القوات المسلحة عملت مدهمات أمنية اكتشفت مخزنين واحد فيه متفجرات وحضرت دواجن تانية فيها دخائر خاصة وبعض الأدوات التفجيرية اللي كان واضح إنها ربما ستستخدم فيه أعمال إرهابية وتالي ده اللي تم ضبطه فيه المخازن بتاعة الإرهابية طيب إمبارح قلت لحضراتكم إنه فيه منقشة للقانون المثير للجدل اللي طراحته الحكومة على مجلس النواب وهو قانون الخدمة المدنية العامة والحقيقة على مدار الأسبوع اللي فات كان الجدل المثار حوالين هيتوافق على القانون ولا لا وكان الاجتماع بتاع لجنة القوى العاملة اللي كانت برئاسة الأستاذ صلى حيسى ورفضت بالإجماع هذا القانون فقلنا لده مؤشر مهم هنشوف بقى الممارسة الحقيقية للحياة النيابية الديموقراطية في الجلسة العامة اللي هي عقدة مبارح حراركم عرفتم بارح يمكن زميلتي لبناء لتلكم بارح في الأخبار إنه مجلس النواب رفض رفض قانون الخدمة المدنية العامة بغالبية المصوتين يعني غالبية المصوتين لهم 232 لا مستحيل يكون 232 332 طب برح برح مجلس النواب بأغلبية 332 نائب رفضوا القانون و150 داين ولا مش عارف ايه هوفق دا معنى ايه بقى دا معنى حكتين تلاتة بسرعة كده كمعاني سياسية ومعاني برلمانية رقم واحد إن الحكومة يجب مش زي ما قال النهاردة المهان شريف اسماعيل ونقولت لكم في العنوين إن الحكومة حتعيد صياغة القانون وتقدمه تاني لمجلس النواب لا أنا في رأيي إن الحكومة يجب عليها أن تعيد التفكير في الطريقة التي تضع بها قوانينها وقراراتها وسياستها تجاه المواطنين لأنه من الواضح إن الطريقة اللي الحكومة بتفكر فيها غير اللي الشعب بستنيه هتقول لي طبو إحنا عرفنا رأيي الشعب منين هو دا مش مجلس الشعب مش دول ممثل الشعب مش دول اللي بيأتمروا بأمر الشعب فبالتالي لما مجلس الشعب بأغلبيته يقول لا السكة دي غلط يبقى الحكومة مش فكرة بقى أنا أرجع أصيغ مادة تانية ولا عدل صياغة جملتين ولا 3-4 موات لا الفلسفة الفلسفة اللي وراء القانون الفلسفة التي تقف وراء السياسات الحكومية التي تتبعها الحكومة محتاجة إعادة نظر لأنها واضح أنها لا تتفق مع متطلبات المواطنين متطلبات الموظفين متطلبات كثير من أبناء الشعب المصري هي دي الرسالة الأولى الرسالة التانية وهي الرسالة لا تقل أهمية إننا نحية فرحان فرحان بالنتيجة دي لأنها تدل على أنه هذا ليس برلمان موافقون أنا كنت بصراحة الآن بعد كان من اسمعناتهم الأسبوع اللي فات أبدا عمنا ما حنوافع على القانون ده لما يحصل التصويت مبارح كله يرفع يدولك موافقون فتبقى راحة البلد في ويبة فهذا دليل على أننا نستبشر خيرا بهذا البرلمان هذا ليس برلمان موافقون في ناس لسه عندها القدرة أنها تفرز وتقف مع الناس مش تقف مع النظام تقف مع الحق مش تقف مع الحكومة مش بالضرورة بعكس الحكومة بس غالبا بيبقى كده الرسالة التالتة أو الدلالة التالتة المهمة متعلقة بإتلاف دعم مصر طلع هوا طلع هوا بس في ميزة يعني فكرة أنه اتلاف دعم المصر أو اتلاف دعم الدولة وأن ده وكل للبرلمان وده اللي حيمرر للبرلمان وده اللي هيمن على البرلمان ولا حقا اتلاف دعم مصر كان الوحيد بكتلته اللي فيها تلتمية وشوية عضو موافقين على القانون يعني التلتمية وشوية عضو دول لو كانوا وفق مبارح في التصويت كان القانون توفق عليه واتمرر بس معنى كده أن مش كل أعضاء اتلاف دعم مصر وفقوا ده معناها أن في ناس خلفت الالتزام والأوامر والتعليمات والإجماع بتاع الاقتلاف وقالوا رأيهم بالرفض ده معناه أنه أعضاء اقتلاف دعم مصر مش خرفان مش مسلوبي على العقول لا آه هما في الاقتلاف بس عندهم رأي ولما يشوفوا أن رأيهم مختلف مع الاقتلاف هياخدوا برأيهم ودي إشارة جيدة للحياة السياسية والحياة البرلمانية بس إشارة سلبية جدا للإقتلاف لأنه الحقيقة إحنا كنا فاهمين إنه هو أجمد من كده وإنه هو عنطر زمانه بس الحقيقة طلع عنطر في فيلم عنطر وليبلم هنروح للتقرير في أراء للسادة المواطنين حول رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية أخطأ مجلس النواب إنه يرفض قانون الخدمة المدنية لأن زي ما قال وزير الإستثمار قلع يوفر لنا 17 مليار هناخدهم لدعم مصر طب والشعب الأربع وزارات اللي انت هتطبع لهم الخدمة المدنية وعتقسم من كل مرتبه 300 جنيه عايشة إزاي حاجة جات في وقتها بالزادة في الأيام اللي احنا موجودين فيها ودي كده هو نصر الموظف العادي لأن في الأول خالص كان فيه ظلم لو القانون ده هون الطب كان فيه ظلم لموظف ذات نفسه ما كانش يقدر يحقوا لو المدير بتاعت بتقدم بتقرير إنه هو مش كويس فدي حاجة كويس أنا بشكر المجلس كويس جدا 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 إنه هو رفض القانون ده هوا والغافة أعلان في الوقت المناسب اللي أصدر قرد أهدر على الدولة 17 مليون لازم تحسب أنت لما أصدرته ما ترستش ليه قبل ما تصدره هو المفروض آي يترفض لأن مرتبات مرتبات الحكومة ضعيفة جدا المحليات وزارة والتربية والتعليم وكل المحليات مرتباتها تعبانة غير القطاع غير القطاع العام والقطاع الخاص كان لازم القانون ده يترفض لأن القانون ده مدرس كويس مجلس النوب عمل الصحة للناس كلها كانت منطلط عليه لأنه كان فيه حق يعني بعض الخيارات فيه مش كويس في البداية كان مفروض نزل القانون كان درسه كويس وعرف إيه الأخطاء وإيه ليه وإيه ليه عليه مش بعد ما ينزل القانون وبعد ما الناس تتعب وبعد ما استفدل تقول يا طارع وإيه لا يحصل وإيه لا يتم نرجع نعديله كان من باب أولى من الأول خالص قبل ما ينزل كنا عرفنا إيه السلبيات والآجابات اللي فيه قلنا أنا شايف أن القانون كان نازم يترفض من زمان جدا لأنه هو بيتيح لأي مزير التعامل بشكل تعصفي مع الشغالين عنده القانون كان بيزلم كتير من الموظفين كان بينزل من المرتات بتاعتهم من العلوات بتاعتهم الحوافز بشكل غير مسبب من قبل المزير كمان فده جاي أكد في مصلحة الموطن في مصلحة كل موظف في مصر خلاص طلب حاجة مش بيصلح البلد خلاص إحنا عزيقنا أما حاجة البلد تمشي عشان إحنا نعيش أولادنا يعيش رأينا هو قرار سياسي وأنه فيه ربعمائة قانون بيمروا فلو افترضنا أنه فيه معاشرة لا يصلحوا وعشرة في المية يعني ربين قانون فهو لازم يرمي ورعة أن المجلس يرفضها عشان المجلس يبقى المجلس معارض طيب تعالوا نفكر بقى بفكرة لعبة عد الأصابع اللي كانت بتحاول الحكومة مبارح تعملها مع البرلمان مش عايز أقول إرهاب بس هو كان فيه حالة من حالات العين الحمر عارفين العين الحمر كنه لما حدي يحمر عينه الحكومة حبت تحمر عينها للبرلمان وخوفته وقالت له خدوا بالك لو رفضتوا قانون الخدمة المدانية أنا أقدمها لكم ده مبارح في التصويت حيبقى فيه فرق تشريعي والدنيا حتبقى صعبة والدنيا حتقع وحنخسر مليارات وهو حسنا فعلا أن النواب دول لو رفضوا القانون حيبقوا أجرمهم في حق الوطن الأستاذ صبر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي مساء خير صبر بيه مساء نوري يا أستاذ تامر إزاي حضرتك إزاي ما عليك إزاي كنت ربنا خرج اسمح لي حييك أولا على اللي سعدتك قلت خلينا أقول أن المبادرة لحضرتك قلتها في شأن حق أبناء الشهداء وأنا أعتقد ده التزام جماعي والتزام على البرلمان أن أول قانون يناقش وهو كفالة حياة كريمة لأبناء الشهداء في اللي بيقدوا واجبهم كفالة حق اجتماعي وفي التعليم وفي الوظائف وفي إعفاء من المؤصلات يعني دولة خسئة دولة تبقى الأب بالبديل للحياة أحسنت أحسنت أنا بشكرك يفنم على دعم حضرتك للمبادرة أستاذ صابر فكرة اللعبة اللي حصلت ببارح لعبة التهديد وعدم الاستجابة من البرلمان حضرتك أولا تفسر هل فعلا كلمة الفراغ التشريعي وإلى ذلك كان ممكن يبقى واقعي خليني أتكلم نقطة دين تأمر به تغلي فرصة وجودي مع حضرتك أتكلم كلام في القانون وكلام في السياسة كلام في القانون ما فيش حاجة اسمها كبارح التشريعي لأن القانون 47 اللي هو كان بيحكم الموظفين قبله اتلغى بالقانون 18 اللي هو قانون الخدمة المدنية وإذن القانون اتلغى هنرجع للحالة اللي قبل هذا القانون وهي عودة قانون 47 مرة أخرى لتنظيم الحياة لحين صدور قانون جديد تمام وبالتالي هنرجع للحالة اللي كنا عليها قبل صدور هذا القانون فما فيش مشكلة وبالتالي أنا رأي ما فيش مشكلة اتنين إن المادة 156 من الدستور كفلت لمجلس النواب إنه يعالج الأثار المترتبة على عدم إقراروا أي قانون من القوانين اللي صدرت الفترات اللي انتقالية وبالتالي خلاص هيدا المعاملين بالقانون ده واتخاضعين لأحكام والحد ما يصدر القانون جديد ينظم العلاقة والأثار اللي مترتبة في هذه الفترة إنما خلينا نتكلم سياسة كالحوار اللي كان موجود خلال الأسبوع الفاتح هو حوار يعني شد حبل ما بين الحكومة وبين البرلمان أيهما ينتصر في المسألة بس الحقيقة الاثنين شد الحبل ده كان على حساب المصلحة العليا من الطرفين الحقيقة يعني واحد البرلمان لم يتح له الفرصة الكافية لدراسة هذا القانون دراسة كافية بما يسمح بالتقرير ما إذا كان قانون فعلا يحقق الإصلاح الإداري زي من الحكومة بتقول ولا لا إنما البرلمان في رأيي الشخصي أنا لأه دافع عن هذا القانون على الإطلاق لأن أنا حب أقول حقيقة مهمة إن هذا القانون من ضمن مجموعة القانون التي لم تعرض على لجنة الإصلاح التشريعي بأي حال من الأحوال كمان عشان بس نبر اللجنة الفنية من الإصلاح التشريعي من مناشط هذا القانون أنا بقول بوانتهى البساطة إن كنا محتاجين إلى وقت كافي لدراسة هذا القانون دراسة كافية لأن الحكومة كانت وهي بتدافع عن هذا القانون كانت تقدمه كوسيلة من وسائل الإصلاح الإداري لدولة بتعاني من تضخم في الجهاز الإداري فيها بالإضافة إلى عدم وجود عدالة في شأن المرتبات والحوافز وغيرها من المزايا اللي ممكن تكون الحكومة قدمتها أجل النقطة الأولانية فالبرلمان استجاب للضغط أو الصحة العالية إذا جاز التعبير برفضه هذا القانون رغم أن أنا موافق تماما معاك على فكرة أنه البرلمان بيقدم نفسه لنكنت أتطور أنه يقدم نفسه بطريقة أكثر موضوعية من هذا اتنين الحكومة فشلت فشلت زريعا فإنها تدفع عن فكرتها أمام هذا البرلمان واضطرت أنها تلجح إلى أسلوب أنا الحقيقة رأيي أنه مش إيجابي لأنه كان الأفضل أنها تنقش مزايا القانون بالضبط الأفضل أن تناقش مزايا القانون دون أن تخوف من أسعاره أنا بشكرك شكرا جزيلا يوسيقى الصابر لأننا معايا على التليفون الجانب الآخر أو وجهة النظر المقابلة السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء مساء خير حسن بيه معلش أنا عارف أن أنا أبقيته على التليفون شوية فممكن يكون الخط قطع هي القصة هنا يعني أنا هنا متفق مع الأستاذ صابر في اللي قاله في فكرة أنه كان يجب على الحكومة أنها تنتهج منهج أو تسلك سلوك آخر غير لسلكته خلال الأسبوع اللي فات كان لازم يبقى فيه نوع من أنواع التحفيز وإلقاء الضوء على مميزات وإيجابيات هذا القانون بدلا من فكرة التخويف بيه يعني الحكومة عملت إياه لهم ده قانون وده قانون ممتاز ولو ما عملتوش حيبقى فيه خسائر مدية بالمليارات وحيبقى فيه فراغ تشريعي عاد إلينا سعد سفير حسن القويش مساء خير سعد سفير مساء خير تامر بيه زي حضرتك فقد بتحياتي شخصك الكريم حسن بيه ليه حسين وأنا هنا بس ألحرك بنبض الرأي العام ليه حسين أن فيه نوع من أنواع العناد الحكومي في مسألة القانون بتاع الخدمة المدنية ليه الحكومة لا تريد أن تستجيب لغالبية أراء المواطنين قبل أراء الفرلمان وتقول أن هذا القانون سيء السمع عن دكتيل من الموظفين والمواطنين فبالتالي تعالوا نشوف صياغة أخرى تحكم العلاقة القانون كده وحيتطبق كده لا وطبعا البرلمان بالأمس رفض إقرار هذا القانون ضمن مجموعة من القوانين التي عرضت عليه وده طبعا دور أصيل لمجلس النواب وده حقه وده دوره لمراجعة القوانين إقرار ما يرى مجلس النواب في صالح الشعب وفي صالح الدولة ورفض ما يرى أنه ليس هناك اتفاق مع المصلحة العامة لكن في الحقيقة الحكومة قبل إصدار هذا القانون قامت بحوار مجتمعي طويل مع معظم الجهات المعنية اتحادات رجال الأعمال اتحادات المستثمرين يعني كافة القائمين والمهتمين سواء كان قتاع عام أو قتاع خاص ورأت أن هذا القانون مهم في إطار عملية مسيرة لإستصلاح الإداري والمالي والاقتصادي واللي يجب كان الحكومة تقوم بخطوات منه بصورة سريعة ومتتالية أنا ياسم بس أنا ياسم بس حراك ثانية واحدة عشان بس أشتك السادة المشاهدين في الأخبار العجلة أنه في مصادر أمنية قالت لنا دلوقتي أنه فيه انفجار قوي حصل في منطقة نزلة السمان في الهرم أصفر عن ثلاثة قتلى وإصابة خمستاشر مصاب حتى الآن الحصيلة مرشحة للزيادة وحتى الآن كمان مش عارفين أسباب هذا الانفجار هل هو انفجار إرهابي سبب قنبلة أو حزام ناسف أو كذا ولا انفجار بسرب غاز أو باسكة ربائي أو الله أعلم يعني التفاصيل هل نعلمها لحضراتكم أنا أسف سعد سفيد فضل بداية خالص العزاء لأسر هولى الضحايا ويعني نتقدم للشرطة بالتهنئة وبمناسبة عييد الشرطة ونتقدم للمصريين جميعا بالتهنئة وبمناسبة صورة 25 جنيه نعم المعلومات اللي قالها أو الكلام اللي قاله رئيس الأزرة حسن بي متعلق بأنه يتم عادة صياغة بعض المواد بالقانون ثم عرضوا مرة أخرى على مجلس النواب هل ده نوع من الالتفاف يعني ولا هيبقى فيه مراجعة كاملة للفلسفة والفكرة بتاعت القانون كمان ربما ربما يكون المشكلة في المبدأ العام مش في بعض الصياغات الصغيرة يعني أستاذ رئيس الوزراء بيأمل أن يقوم مجلس النواب بموافتنا بأسباب رفض هذا القانون بحيث يتم إجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة وفقا لهذه الأسباب لأن الحكومة ما زالت ترى أهمية في إقرار قانون لإصلاح وتطوير الخدمة الحكومية دعونا الآن من قانون الخدمة المدنية دعونا نتكلم عن قانون معدل لقانون الخدمة المدنية أو قانون آخر ولكن في كل الأحوال بيراعي الأسباب التي أدت إلى رفض هذا القانون من جانب مجلس النواب الحكومة ألا ترى أن هناك جذب وشد كما أشير فيه يعني بعض المدخلات اليوم ولكن الحكومة بترى أنه هدف الحكومة وهدف مجلس النواب واحد وهو خدمة المواطنين وخدمة الوطن وإجراء إصلاح إداري سريع في هذه المرحلة وتجد أنه من الأهمية يكون هناك تشاور مشترك وتعاون مشترك في الحقيقة ده مهم يعني البرلمان قام بإقرار العديد من القوانين التي اتفقت عليها الحكومة وأصدرتها في الفترة الماضية ولا مانا أن يكون هناك أحد القوانين بيحتاج لمراجعة أحد بنوده بتقوم الحكومة بضراسة هذه الأسباب وأعادت عرضها مرة أخرى على مجلس النواب الذي يمكن في هذه الحالة إكراره إن شاء الله لأن الغرض والهدف واحد هو إصلاح إداري ومالي ما حدش فينا مختلف على الهدف والغرض هي الفكرة الوسيلة أو الطريقة سعد سفير أنا بشكرك بس قبل ما أترك حضرتك أرجو أن حضرتك تتفاعل معنا في الكلام اللي أنا قلته في مقدمة هذا البرنامج مش عف حركة سماعة أو لا متعلق برعاية أسر شهداء الجيش والشرطة اللي بيسقطوا يوميا نتيجة العاملات الإرهابية الخاسيسة اللي بيقوم بها الإرهاب الأسود أنا عملت أبو بادرة هنا في البرنامج في البداية للبرنامج أنه يبقى فيه ما يشبه صندوق قومي لأسر الشهداء شهداء الجيش والشرطة الناس دي حقيقة إحنا بنرتكب في حق أسرهم جريمة كبرى أبوه بيموت بيضحب روحه والولد بيفقد العائل وبياخد خمس تلاف جنيه والعشرين ألف جنيه مش عارف ترضية كده وخلاص لا الناس دي لازم تتعلم أحسن تعليم وتخش جامعات ويبقى ما تبض لها فرص عمل يعني لازم يحس أن اللي أبوه عمله ده أعدله في دنيته ووطنه معترف بالجميل بدل ما يبقى فيه نوع عن واحد جهود اللي يأثر في نفسيتهم لا يعني خليني طبعا أنا لا أستطيع التحدث بالنيابة عن قوات المسلحة والشرطة ولكن أنا على دراية تم بأنه قوات المسلحة والشرطة الداخلية تقوم بكل الرعاية اللازمة لأسر الشهداء بتقدم لهم المسندة النفسية والمعنوية والمالية اللي تستطيع بها هذه الأسر أن هي تشعر بتقدير الدولة للتضحيات الكبيرة اللي تقدم بها أسرهم طيب خليني أحسن بيأقول لحدك مباشرة كده أنه يعني توقعات حضرتك يعني مش في محلها قوي لأنه لا فيه أسر شهداء كثيرة يعني أنا شخصيا مجرد أنا إعلامي لست مسؤولا في هذه الدولة لكن أنا بتوصل معي أسر شهداء من الناس اللي سقطوا يعني فيه أسر شهداء سقط أعتقد مش فاكر فين حدث حصلت من أربعة تشهر أم أم لابن شهيد بتكلمني بتقول لي أنا طلعني عناي بقيت تشهر عشان أنا لابني من مدرسة المدرسة متخيل حضرتك المعاناة ودي أم لابن شهيد لا يعني يسعبني أن أنا أتوصل لأ برنامج حضرتك وأن مثل هذه الحالات أن أنا أخذ بياناتها ويتم التواصل معهم بشكل مباشر أن تكون هناك مثل هذه الأمور والعرقيل الإدارية أمام طلب شرعي بل بالعكس نحن جميعا في خدمتهم نحن جميعا يجب أن نعمل أنه مثل هذه الأمور يتم الاستجابة لها فورا وأرجو من فريق العمل لحضرتك يتواصل معي بيجيزين حيحسن يا فن وأوعد حضرتك إنه بيجيزين متدخل واستجابة سريعة لها فن شاكر لحضرتك شكرا جزيلا السفير حسام القويش متحدث باسم مجلس الوزراء ورغم أن أنا بشكره على سرعة التلبية وحنبعط له بيانات هذه الأسرة علشان يشوف نقل المدرسة ورعاية الولد رعاية سليمة لكن أنا في رأيي أننا الموضوع محتاج نظرة أكبر يعني من الدولة ربما تدخل مباشر من الرئيس عفتاح السيسي نفسه أو ببرلمان يعني ما هو الآن عندنا سلطة تشريعي البرلمان يشرع أنا هتصل بمجموعة من النواب يقدموا طلبات بمشاريع قوانين يطلبوا فيها كده لأنه بفيه سندوق قومي لرعاية أسر شهداء الجيش والشرطة بتسقطوا يوميا ويبقى فيها بنود محددة كده أنه ياخد أحسن تعليم والدولة هي تتكفل بالتعليم أو من السندوق اللي هو تحط في الدولة ويحط فيه تبرعات المواطنين زي سندوق طاحة مصر وصندوق مش عارف تلاتين ستة وعندنا سندوق قد كده بس سندوق كلها يعني الحمد لله رقم اتنين يخش الجامعة اللي هو عايزها رقم تلاتة يبقى ضامن وظيفة سواء في الجيش أو في الشرطة أو في الوظيفة اللي هو عايزها رقم أربعة أنه يبقى فيه مسكن محترم لأمه وابنه ومش يروحوا بقى مسكن مقامات الإيواء طالما فقدوا عائلهم هي دي الدولة التي تحترم نفسها وتحترم من يعطيها ويضحي من أجلها هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نكمل أخبارنا في الحياة اليوم أهلا بحضراتكم عدنا على الهواء لسه مكملين أخبارنا في الحياة اليوم والخبر العاجل اللي كنت أذعته لحضراتكم قبل الفاصل مباشرة وهو الانفجار اللي حصل في الهرم منطقة الهرم وصلت معلوماته بدقة المعلومات والحقائق بتقول أولا أن الانفجار مش في منطقة نازلة السمان الانفجار حدث في شارع اللبيني يمكن الناس اللي في الجيزة وفي الهرم عارفين فين شارع اللبيني أحد الشارع الصغيرة المتفرعة من شارع اللبيني كان فيه ورشة لتصنيع العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة ورشة لمجموعة من الإرهابيين اللي بيصنعوا فيها العبوات المتفجرة اللي بيفجرها في الشعب المصري قوات الشرطة واجهزة الامن وصلت لها المعلومات ان فيه ورشة بيتصنع فيها العبوات الناسفة والقنابل المتفجرة فنزلت قوة من الامن وضبطت الورشة واثناء تفكيك العبوات الناسفة لان كان فيه عبوات الناسفة معدل للانفجار بالفعل مش بس المواد الاولية بتاعت التركيب كان فيه معدات موجودة كانوا بيفكوا احدى هذه العبوات الناسفة انفجرت هذه العبوة الناسفة فادت فيه معلومات اولية الى مقتل ثلاثة من الشرطة يعني هم مش مدنيين اللي كانوا موجودين في المنطقة دول قوات الشرطة اللي كانت موجودة في الورشة تلاتة بينهم ماتوا والعداد مرشحة للزيادة هتأكد لوقتي من المصادر واكتر من عشرين مصاب سواء من الشرطة ومدنيين اللي كانوا موجودين في محيط الورشة معايا اللواء علاء هرراس ماء محافظ الجيزة مساء خير يا ستلو أهلا متى خير فنم البقاء قدوم لله يا فنم أولا قول لي حضرتك هل المعلومات دي صحيحة الموقع في شارع الليبيني فعلا هو الموقع في شارع متفرع من ترى تسيسي هو يعتبر وراء الليبيني وراء الليبيني في الحتة بتاعت منطقة السياج دي تمام ودي كانت ورشة فندق سياج دي المنطقة اللي في خلف فندق سياج متفرع من شارع الليبيني نعم عند ترى تسيسي هي المعلومات لسه برضو ما نقدرش نأكد كم توفى وكم تصاب لا قبل المعلومات في العدد هي القصة فعلا انها دي كتورشة لتصنيع العبوات المتفجرة وقوات الامنة خدت معلومة بها فنزلت تداهمها صح واثناء تفكيك العبوات انفغرت عبوة انت حضرك عندك معلومات كلها طيب تمام تمام الاعداد لسه ما نقدرش نحصرها يعني تدينا بس ساعة ولا ساعتين نكون ايه بس ألمنا بالموقع في كل تمام احنا بس بنطمن السادة المشاهدين على ابرز المعلومات واحداثها وبعدين النتائج النهائية حذرك تعلمنا بيها ان شاء الله خلال فترة وجيرة نعم شكرا جزيلا سادة اللوع طيب بيبقى المعلومات المؤكدة حتى الان انا مش عايز اخش في جدلية الارقام انه تلاتة قتلة ولا اكتر بس انا بقول لحضركم ان القتلة اكتر من تلاتة وفي مصابين كتير يزيد عددهم عن العشرين خمسة وعشرين من بينهم رئيس مباحث الهرم وصالتنا هذه المعلومات ان رئيس مباحث الهرم كان من ضمن القوة المداهمة للورشة وهو ضمن المصابين زي ما قلت لحضراتكم شارع اسمه شارع ترعة السيسي بجوار او متفرع من شارع لبيني شارع لبيني ده شارع رئيسي في منطقة الهرم ورشة لتصنيع العبوات المتفجرة نزلت قوة امنية علشان تدهم الورشة دهمتها فعلا ولقت عبوات ولقت مواد متفجرة وهي بتفكك احدى العبوات اللي كانت جاهزة الانفجار للأسف انفجرت وده خلينا بقى نسأل هل القوة الامنية دي كان معهم نازل معهم خبراء مفرقعات ولا هم كانوا فاهمين ان دي خلية الهبية هيقبضوا على ناس فما كانوش جاهزين بخبراء مفرقعات قصة دي كلها لسه هنعرف معلوماتها تفصيلا لكن في النهاية يعني ربنا يسطر وعداد القتلى تحديدا ما تزدش عن كده ربنا يسطر ربنا يسطر كل دي ارهاصات 25 يناير كل دي المحاولات العاجزة وانا بقولك هو محاولات العاجزة والبائسة واليائسة اللي خفافيش الظلام والاخوان ومش عارف ايه بيحاولوا يعملوها علشان انا بقولكو ان هم مش هيعرفوا يعملوا حاجة في 25 يناير فبما انهم حيعجزوا ويعلن فشله مشهدة وفاتهم في 25 يناير اللي جايدة كمان ده اربع تيام فهم عارفين فكرة التلويش ده اللي اسمه التلويش حادثة في العريش على حادثة في الهرم انا مش عارف ايه تلويش عشان يتقلك ان احنا هنا لكن كل ده في رأيي يعني ان شاء الله صحابة صيفه هتعدي على خير لكن طبعا ما يمنعش ان احنا كل يوم بنفقد شهداء وهو عشان بس كلامي اللي في الاول عندنا شهداء جدد هم من الشرطة نازلين بيعملوا مدهمة ويعملوا واجبهم والعبوة دي لو كانت فضلة موجودة والالهابين حطوها في الشارع كنا احنا اللي موتنا خدوا بالكو بس من السيناريو عشان دماغنا مت ما تروحش بعيد قنابل اللي نزلت قوات الامن دي ودهمت الانفجار بالورشة اللي كانت موجودة فيه عمارة 11 دور كده في الشارع بتاع اللبيني الشقة كانت موجودة في الدور الرابع في هذا العقاب مش عافلت انا رسا بقولكم المعلومات دي جديدة ايه عمارة 11 دور كانوا واخدين شقة عشان كده نرجع وافكركم فاكرين لما حضراتكم قلتلكوا هنا هو كلنا لازم نشتغل مخبرين وموقع التواصل طلعت وشتمتني وقيت لك تامر عايز يشتغل مخبر ايوة انا مخبر للبلدي انا مخبر للامن انا مخبر للمصلحة انا مخبر للمصر اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة قلتلكوا كل واحد يخبر اجهزة الامن على اي حاجة يشك فيها انا لو عندي شقة واكتشفت ان الشقة اللي جنبي شقة مفروشة وتأجرت وناس شكلهم غريب وبضاعة طلعة وبضاعة نازلة واجهزة وسنديق وعبوات مش عارف ايه وكراتين لازم ابلغ لازم اشك حتى لو مش عشان البلد عشان عيالي ما انا اكيد العبوة انفجرت في الدور الرابع دي في العقار اكيد الشقة اللي جنبهم اكيد اثرت لو ما كانش حد مات يبقى الشقة على الاقل اللي وقعت ولا مش عارف ايه العقل بيقول كده يا جماعة ارجوكم اللي عنده معلومة ما يقولش انا مالي يبلغ بيها وحيات ربنا حيحمي روحه ويحمي اروحنا فاخدوا بالكم شهداء الشرطة دول وهم بيفكوا العبوة العبوة دي كان ممكن تحط في شارع اللي فيه بيتك ولا بيتي وانا وانت وولادنا اللي كان ممكن نروح فيها فشهيد الشرطة ده ستة قتلة ولا تلاتة قتلة والله لو اعلم حيطل عددهم كام دول ضحوا بنفسهم عشاني وعشانك اخرتهم ايه بقى اخرتهم ايه رحمة الله عليهم وخلاص اثارهم فين المعلومات المؤكدة دلوقتي بيقولوني زملائي ان صادات الاسعاف نقلت حتى الان خمس جثث فيبقى بالتالي مفيش تلاتة قتلة على الاقل دلوقتي عندنا خمس قتلة لا انا اسف عندنا خمس شهداء خمس شهداء انا اسف لكن القتلة دي مش خناقة دي حرب واللي بيموت في سبيل البلد في الحرب يبقى شهيد بإذن الله نحسبه عند الله شهيدا طيب هنتبه معكم تفاصيل القضية والواقعة لما تجيلنا اخبار كل ما يجيلنا اخبار هقولها لكم او هنكتبها لكم على الشريط بتاع الاخبار العاجلة طيب احنا قلنا لحضراتكم من امبارح وصل للرئيس الصيني الى مصر في زيارة رسمية تستماري 3 ايام هي اول زيارة لرئيس صيني لمصر منذ 12 سنة منذ 12 سنة والحقيقة علشان بس ما اقولكوش بقى كلام سياسي وكلام مش عارف ايه وبتاع هم جملتين في رأيي كده فيهم الشفا الجملة الاولى مش عارف انا قلتها لكم ولا لا المرة اللي فاتت اعتقد انا قلتها لكم يوم الثلاث اول امبارح دي زيارة فلوش بس الصين لا علاقة لها بالسياسة ما بتحبهاش ما حبش تخش فيها ما حبش تنجع على نفسها ولا تبخها والحقيقة مرافو عليها وهو ده اللي بان الصين وهو ده اللي عمل الصين صين على رأيه ندي كده الصين حلوة الصين عملت نفسها لما قفلت على نفسها واشتغلت وبعدت نفسها عن الخلافات السياسية وقالت لك مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي فبالتالي الصين جاية تشتغل معنا وما بتهزرش الرئيس الصيني جاي وجايب معه وزراء وجايب معه مجموعة كبيرة من رجال الاعمال والمستثمرين والحقيقة لما أنا عملت في النهار ده شوات صلاة مع مجموعة من المسؤولين المصريين اللي كانوا في الوافد المصري اللي بيرافق الوافد الصيني كلهم كلهم الجملائي المصريين أجمعوا بلا استثناء قالوا لي الناس الصينيين ده الجويين مذاكرين جدا جايين مذاكرين قلت لهم يعني ايه مذاكرين قالوا لي كده قالوا لي كل مستثمر صيني جاي عارف كل ظر التراب في مصر فين وبتعمل ايه وتمنها كام ويطلع منها استفادة ازاي ويتعمل فيها مشروع ايه لدرجة ان في احد الاصدقاء عندي من وزارة الاستثمار في مصر قال لي كده قال لي اقسم لك بالله تامر الصينيين عارفين عن مصر اكتر من اللي احنا نعرفه عنها قلت له يا راجل ما تبلغش وبتاق قال لي هم عارفين حاجات هنا عن مصر احنا كحكومة ما نعرفهاش عاملين رفع وقياسات وتصوير جيولوجي وتصوير جوي واحصاءات وارقام ودراسات وتقارير الناس دي ما بتلعبش مش جاي تقضي يومين في الشمس هنا في مصر عشان الصيف ولا الشيطة مارد عندهم وجايين دول جايين مصلحتي ومصلحتك عشان كده بقولكو زيارة في منتهى الاهمية فلوس بس فلوس بس وطبعا الخبر الرائع النهاردة بتاع المنحة المليار دولار من الصين للقاهرة منحة مليار دولار ده باسم الله رحمة الرحيم كده منحة عشان نقف على رجلنا لحد من المشاريع تجيب زيت ما كانت طلع وماشي على رأي فهد المهندس وتم توقيع النهاردة بروتوكولات بكام بقى بروتوكولات واتفاقات على مشاريع استثمارية بكام بخمستاشر مليار دولار الصين يعني فلوس هاري مفيش حرق بنزين مفيش جزء من المؤتمر الصحر قادنا اليوم ايضا اصدار بيان مشترك حول وثيقة البرنامج التنفيذي لاشراكة بين البلدين على مدار السنوات الخمس القادمة والتي تتطرق الى مختلف اوجه التعاون التي اتفقنا عليها كما تعكس مستوى تطلعات الشعبين نحو المزيد من التنمية والاستقرار وتهدف لتحقيق طبوحات الاجيال القادمة في مستقبل يليق بهزين البلدين العريقين اود ختاما ان اتوجب الشكر والتقدير لضيف مصر العزيز فخامة الرئيس الصيني الذي اعتزل شخصيا بصداقتي به واكد له ان مصر حكومة وشعبا ترحب دائما بفخامته كضيف عزيز وشريك حقيقي واسمحولي فخامة الرئيس ان احنا على مدار ستين سنة كانت العلاقات المصرية الصينية دائما علاقات تتسم بالاستقرار والتوازن والاعتدال ولم تشهد العلاقات بين البلدين خلال ستين سنة منذ نشأتها واحنا بنحتفل النهاردة او بنحتفل بمرور ستين سنة على اقامة هذه العلاقات والحقيقة فخامة الرئيس بدون مجاملة لكم علاقتكم دائما وعلاقتكم دائما احنا في مصر نقدرها ونعتز بها والشراكة اللي اطلقت في في بلدكم خلال زيارة لها في 2014 بتؤكد مدى الاعتزاز اللي احنا بنعتز به لهذه العلاقات انا بشكرك فخامة الرئيس وبشكرك جدا على دعوتك لنا كمسؤول مصري لحضور مؤتمر كمة العشرين في سبتمبر القادم شكرا فخامة الرئيس إن هلف رئيسي من هداف زياراتي هذه لمصر هو مواصلة التخطيط مستقبل العلاقات بين بلدين مع فخامة رئيس عبد الفتح السيسي والتعميق التعاون العملي بين بلدين في كافة المجالات والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد في نهاية في نهاية عام 2014 قبى فخامته بزيارة ناجحة للصين حيث وقعنا أنا وفخامته سويا على بيان مشترك بشأن إقامة علاقات شراكة الاستراتيجية شاملة بين بلدين الأمر الذي سجل أية جديدة بالعلاقة بين بلدين وإن زيارات هذه أيضا تعتبر زيارة متبادلة لفخامته في تلك المرة أجريتم محادثات مصمرة تسوده جوء من المبادة والمحبة مع فخمت رئيس سيسي واتفقنا بالإجماع على أن أساس للعلاقات الصينية المصرية متين ولهذه العلاقات تفاق الرحبة وإن التوطيد والارتقاء بمستوى علاقات الصينية المصرية يمثلان خيار استراتيجي للجانبين ويتفقان مع مصلحة الأساسية وطويلة الأماد بشعبان يعني الحقيقة مؤتمر صحفي إيجابي جدا ويمكن يمكن اللي بيعرف يقرأ الوشوش ويقرأ الدفسيات يتأكد من كلامنا أنا قلته هو يتفرج على المؤتمر الصحفي يعني حتى الرئيس السيني شفته في كلام بتاعه رجل عاملي ومحدد قال لك إحنا جايين نرفع مستوى العلاقات نعمل موضوع الشراكات نعمل الشراكة استراتيجية كاملة مع مصر وجايين نعمل تعاون يحقق شفته آخر كلمة قالها قبل ما نقطع ما قالش بقى يحقق الحب ويحقق المصلحة الناس دي بتاعت مصلحة حتى سيسي وهو بيتكلم طبعا ما حفظ الألقاب للاتنين سيسي وهو بيتكلم والسيسي بقى أنتوا عارفين بقى بيكلم بيقوله أنا بشكرك هكذا ستة الرئيس وسيسي سعادة بقى شبك أميرة من ورقة كان بيبصله وبيقوله أنا بشكرك هكذا ستة الرئيس والحقيقة أنتوا الصيني حلوين وبتاع الرئيس السيني بصاصل عامل كده اللي هو ايه فلوس كام فلوس كام فلوس يعني تمام حبه فلوس كام هو مصلحة بيزنس وهو ده الصح وهو ده الصح الناس اللي عايزة تبني بلدها بتعمل كده وبالمناسبة عشان نقف القصة بتاعت الصين السيسي والدولة المصرية عملاله مش بقى زيارة في رأيه عملاله حفلة عملاله مهرج عملاله كرنفال مصري احتفالا بزياط الرئيس السيني جه زار مجلس النواب جه زار جامعة الدول العربية وده يزور قصر عبدين والمباحثات والمؤتمر الصحفي حصل في أصر الأوبة طلع من شوية ما أنا قلت طرح جامعة الدول العربية وقال جملة حلوة قوي جامعة الدول العربية الجملة حلوة قوي قال كده انه الحضارة المصرية والحضارة الصينية تعدت الزمان والمكان تعدت حدود الزمان والمكان عارفين معناها ايه معناها انه مصر حضارة المصرية وحضارة الصينية غير والعالم كله غير احنا بنتكلم على ناس حضارتها من 7000 سنة ومن 140 سنة ومن 1400 عام ايه وكذا وكذا وناس ودول بقالها 200 سنة بس وهو النهاردة وهو موجوده في جامعة الدول العربية في المنصة وعلى يمينه او يساره لو قلبنا الشاشة في مربع رقم 8 سيد نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية لو انت قاعت المقصورة طيب ودلوقتي وصل الرئيس الصيني الى الاقصر احتفالا او استعدادا للاحتفالية الكبيرة اللي حتدشن عام 2016 عام الثقافة المصرية الصينية والنهاردة الرئيس سيسي عمله حفلة كبيرة في لقصر ومعبد لقصر وبتاعه شغلة عالية او 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 يعني شغلة تصدير على رأي قبل فهيدة طيب النهاردة محكمة النقد اجلت النظر في محاكمة مبارك المتهم فيها بقتل المتظاهرين لجلسة سبعة ابريل القادم ورافضت محكمة النقد انعقاد المحكمة في الاكاديمية الامن ثم ايه انا قلت سبعة ايه سبعة ابريل اه صحة سبعة ابريل اللي جايه مظبوط وتعذر كمان بسبب التأجيل تعذر او بسبب التعذر وصول مبارك للمحكمة تم التأجيل هي القصة بقى اللقطة اللي بحتاجة تتقال هنا النهاردة بسرعة بس ان فيه احد المصابين احد المصابي الثورة يعني اللي هو موجود في القضية طرح القضية دي قضية متهم فيها مبارك بانه تسبب في قتل المتضاهرين او اعطى اوامر بقتل المتضاهرين او انه متهم بقتل المتضاهرين بتوع 25 يناير قصة القضية التي لا تريد ان تنتهي دي مش عارفة تنتهي امتى احد المصابين قد من النهاردة طلب بانه ينضم عبدالفتاح السيسي مش بصفتي بقى رئيس جمهورية لا وقتما كان مديرا للمقابرات الحربية مديرا لجهاز المقابرات الحربية ان ينضم عبدالفتاح السيسي بصفتي مديرا للمخابرات الحربية إلى قائمة المتهمين في هذه القضية في قتل المتظاهرين وقدم مش عارف بين قانون ولا مادة في قانون مش عارف ايه بتقول حيث انه لما كان مش عارف ايه بيخش في التربة الترتيب يعني انا في رأيي انه يمشي يعني كل اللي عايز يعمل حاجة يعملها بس قانونا مش عارف مش عارف محتاجين ما نسأل فيه طيب هنكتفي بهذا القدر منها الاخبار هنروح لفاصل طبعا مش هنكتفي يعني ايه اخبار عاجلة وقوي تطورات للوقعة والحادثة اللي حصلت فيه شرع اللبيني في الهرم هنتابع حداكم بيها بس هنروح لفاصل وبعد الفاصل نبدأ حوارنا الرئيسي في الحياة اليوم النهاردة ضيفي هو فضيلة الشيخ الدكتور عباس شمان وكيل الازهر وحديث ذو شجون عن الازهر وجامعة الازهر وشيخ الازهر والهجوم على الازهر والهجوم على الاسلام وازدراء الاديان واشياء كثيرة جدا والشيوخ واللي هما بالشيوخ والمتنطعين على المشايخ وكلام كتير جدا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم عدنا في الحياة اليوم بعد الفاصل ضيفي في هذه الفقرة في الحوار الرئيسي النهاردة في الحياة اليوم كما نوحت لحضراتكم قبل الفاصل الإعلاني هو فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شمان وكيل الازهر الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فضيل الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا إزاي فضلتك فنم وخطوة عزيزة ومنورنا في الحياة اليوم برك الله وفيك الله طبعا خلينا نبدأ بتقديم واجب العزاء الواجب لأسر الشهداء والضحاء اللي دينا سقطوا في العبادة الإرهابية سواء اللي حصل التفجر اليوم في العريش أو حدثت منذ قليل في شرع اللبيني في الهرم وعايزة أسمع من فضلتك ودي بعض المشاهد اللي احنا بتثهل حضراتكم دي مشاهد جايلنا من موقع اليوم السابع أول مشاهد مصورة للانفجار اللي وقع في إحدى الشقق السكانية اللي كانت موجودة في أحد الشوارع المتفرعة من شرع اللبيني في منطقة الهرم وكان عبارة عن ورشة لتصنيع المواد المتفجرة وقوات الأمن عندما دهمت المكان وحاولت تفكيك إحدى العبوات اللي كانت جاهزة للتفجير للأسف العبوة انفجرت وأدت حتى الآن وفقا للمصادر والإسعاف الجيزة إن في حوالي ستة قتلى أو ستة شهداء بالإضافة إلى أكتر من 23 أو 25 مصاب والأرقام بدقة سنوفيكم بها فضلت الشيخ الدكتور أولا تعليق فضلتك على هذه الأحداث رقم اثنين ردك على بعض الذين يكتبون ويرددون أن الأزهر هو السبب ومناهج الأزهر وفكر الأزهر هو السبب في بعض الأفكار المنحرفة التي تجعل هؤلاء يقدمون على هذه الأفعال يعني طبعا نحن كنا نود أن نبدأ بالتهنيئة بعيد الشرطة وتهنيئة المصريين بالاحتفال بالثورة وكنا نتمنى أن تكون هذه الأيام هي أيامي يعني نشر الخير وإعادة الوآم والسلام ولكن هناك من المخربين المفسدين في الأرض ما لا يريدون لهذا الوطن سلاما ولا أمنا ولا استقرارا ولكن في النهاية سيعم الأمن والسلام إن شاء الله أتقدم باسمي ونيابة عن شيخ الأزهر وقيادات الأزهر وجميع المنتسبين للأزهر والمصريين حقيقة وكل حر بالإشادة أولا بالداخلية وقوات الأمن ليقظتها وتحركها السريع لإطفاء أو قطع الطريق على من يخططونها للنيل من المصريين في الأيام المقبلة وكما ذكرت حضرتك قبل قليل أنهم يتصدون بأنفسهم ويستشهدون نيابة عننا وعن أبنائنا فلهم كل التقدير ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء ونسأله سبحانه وتعالى أن يقطع أيدي الآسمين وأن يخلصنا من شرورهم ولعله قد آن الأوان لأن يفيق الجميع ويعلم أن هؤلاء سلة مجرمة تسعى لهدم مقدرات الوطن ولن يفلحه إن شاء الله إن شاء الله الأزهر وفكره ومناهجه والاتهامات التي تلصق بالأزهر بأنه السبب في هذه الأفكار المتطرفة يعني لعله خير إجابة يمكن أن نبدأ بها هو ما كتبه كاتب ليس مصريا حتى لا يقال أنه ينتمي للأزهر أو أنه يستفيد من الأزهر كاتب مغربي يسمى عبدالقادر الإدريسي كاتب مشهور كبير وهو رئيس تحرير لمجلة تسمى الإسلام اليوم تصدر بسلاس لغات واسعة الانتشار كتب مقالة رائعة يتحدث فيها عن من يهاجمون للأزهر وهو ليس من الأزهر ويعقد مقارنة بينهم وبين داعش ويطابق بينهم وبين داعش ويقول إن هدفهم يتفق تماما مع أهداف جماعة داعش المجرمة فكلاهما يريد هدم الأزهر صوت الحق والمسموع والواضح والذي لا يحيد عن طريقه وأنه لا خوف على الإسلام طالما بقي الأزهر ولذلك هم يريدون القضاء على الأزهر وهذا لن يتحقق له أعتقد حين تصدر هذه الكلمات من شخص لا ينتمي للأزهر ولن نتحدث عن الكثيرين من الأحرار الذين أيضا لا ينتمون إلى الأزهر وإنما يدافعون عن الأزهر بأقلامهم وبأصواتهم نقول إن على هؤلاء أن يتوقفوا عن تضليل الناس ما يفعلون هو تضليل للناس وزيادة لتمكين هؤلاء المفسدين من الإفساد في الأرض عليهم أن يتوجهوا بأقلامهم وبأصواتهم إلى كشف زيف هؤلاء وإلى الوقوف مع الأزهر لا ندري لماذا يعني الأزهر لا ينافس أحدا ولا يسعى لأن يأخذ مكانة أحد هو يسير في طريق لا تتعارض مع أحد ويمكن أن يعمل مع الجميع ومن فتح على الجميع والأخطار تتهددنا من الداخل ومن الخارج والأزهر هو من ينبه إلى هذه الأخطار والمخاطر ويعمل على ضرئها بالتعاون مع كافة الأجهزة والمؤسسات فلماذا نتعارك فيما بيننا فلنعمل معا مين يا فضلت الدكتور مين من مصلحته يهدم الأزهر كل من لا يريد الاستقرار لهذا البلد يهاجم الأزهر كل من يسعى لمكاسب سريعة على حساب أي شيء يهاجم الأزهر هل تعتقد أن الهجمة الموجودة ضد الأزهر هجمة منظمة؟ قطعا هي هجمة منظمة بدليل أنها تقوم وتقعد معا إذا لاحظت هجوما على الأزهر تجده من دون سبب ومن دون واقعة معينة يعني ينطلق الهجوم على الأزهر لا تجده في الصحف عبر شاشات التلفاز عبر المواقع الإلكترونية ثم يهدأ أحيانا من الجميع معناه أن هناك تنظيم وليس مجرد إبداء ملاحظات على أداء الأزهر الذي يرحب بل يطالب دائما بأن ينتقده الناس ويقول أنه مؤسسة ليست فوق النقد وأنه يسعى إلى أن ينتقده الناس وأن شخصيات الأزهر وفي مقدمتهم شيخ الأزهر يطلب من الناس أن ينتقدوه ولكن نقدا بناءا يصلح إن كان هناك أخطاء وهناك تقصير في كل عمل فمرحبا بمن يرشدنا إلى عيوبنا لنصلحها بشرط أن يكون يقصد الإصلاح وليس الهد هناك فرق كبير هنا في لوم أو عتاب موجه للأزهر في عدم قدرته على استيعاب كل الطيارات الدينية الموجودة في مصر يعني الأزهر هو الصرح الكبير وهو الدرع الكبير وهو المنارة الكبيرة لكل فكر إسلامي المفروض وسطي ومحترم وديني لماذا لم ينجح الأزهر على مدار عقود طويلة في أن يستوعب ويحتوي كل هذه الطيارات الدينية اللي بعضها خرجت من رحم الأزهر نفسه يعني نترك خرجت من رحم الأزهر الآن أنا بقولش طيارات إرهابية أنا بقول طيارات دينية الأزهر ليس فيه طيارات الأزهر منهجه معروف منذ نشأ قبل ألف ويعني أربع واربعين عام ميلادي أو ست وسبعين عام هجري الأزهر سابت في مناهجه في طريقته في رؤيته في خطواته في كافة أزمينته ومراحله المشكلة أن هذه الطيارات التي تحدث عنها الأزهر يفتح لها أبوابه بشرط أن لا تطلب من الأزهر أن يتبنى ما تتبنىه يعني مرحبا بمن يشاء أن يتعامل مع الأزهر ولكن كل يتبنى ما يريد أترك الأزهر في طريقه وفي مناهجه وفي خطه الذي رسمه لنفسه وانتهجوا أنتم ما تشاءون بشرط أن يكون غير دار بالناس ما هي القصة هنا فضلت الدكتور يعني انتهجوا أنتم ما تشاءون وكأن الأمر تحول إلى لكم دينكم وليا دين هو قصة أنه يعني نفتح باب الحوار من أجل أن نستوعبهم وأن نصحح أفكارهم إذا جنحت أو إذا انحرفت أو إذا كذا لكن فكرة أن يقول الأزهر أنا هذا منهجي وهذا سلوكي وأنتم لكم مسلككم ولكم منهجهم هو دا اللي عامل هذا التشتت يعني إما أن يكون هذا وإما هذا لن يرضي إلا إذا انتهج الأزهر منهجه لا نحن مش عايزين دا طبعا هذا لا يمكن أن يكون أصبع لا العكس نحن عايزين العكس ولا يحصل طيب الأزهر يقول تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا نتحاور تعالوا نتحاور هل يعني أنا أريد من أي أصحاب تيار كائنا من كان هذا أو ما كان هذا التيار أن يقول إنه يعني أراد التحاور مع الأزهر فرفض الأزهر أن يتحاور معه وكيف يرفض الأزهر التحاور معه يعني تيارات إسلامية كما تقول والأزهر في حوار دائم ومستمر مع أتباع دين آخر صحيح وهو ما نباهي به في الأزهر الشريف بيت العائلة الذي أنشاهه شيخ الأزهر والحقيقة دي مكان استغرابي يا فضلت الدكتور أننا نتحاور الأزهر يعني أنت تعرف أنا دايما بكلم على أعتبر أن أنا أزهري برغم أن أنا مش أزهري لكني شرفت طبعا لنساب لهذه المؤسسة لكن أنا أعتبر أن الأزهر ملك لكل المصريين وأنا مصري فبالطبيعة وبالنتيجة أنا أزهري يعني هذا مثار استغراب أن الأزهر يقيم حوار ويفتح أبواب التعاون وقنوات الاتصال مع أتباع كل الديانات وهنا الأزهر والكنيسة في علاقة يعني الحمد لله نمسك الخشف يعني الحمد لله علاقة مثالية العالم كله منبهر بيها ومع ذلك يفشل الأزهر في بعض الأحيان في فتح قنوات الاتصال مع التيارات التابعة لنفس الدين هو ده البطل للعجب هو ليس الأزهر من يفشل لكن يفشل من يرفض الحوار ومن يدخل الحوار بنتائج مسبقة يعني الحوار إذا قلنا حوار من يدخل الحوار يدخل من دون مسلمات يدخل ليفتح الباب ليتحاور ثم يستعد لتقبل أن تتائج في النهاية وإلا كان الحوار للحوار وهذا ما يرفضه الأزهر ولا يجد وقتا ليضيعه فيه نحن نتحاور مع الكنائس المصرية لأننا اتفقنا على أنه يعني لهم أن يعتقدوا ما يشاءون ولنا أن يعتقد ما يشاء وليس مطلوبا من الكنائس أن تنضم إلى الأزهر وتسلم ولا تنتظر الكنائس أن ينضم الأزهر إلى الكنائس فلذلك الحوار ينجح كل يتبنى ما يتبنى ولكن نتفق على المشتركات الإنسانية ولذلك ينجح الحوار مع الكنائس ولا ينجح مع هؤلاء لأن هؤلاء لا يقبلون هذا نعم طيب اسمح لي بس في ثانية أشرك السادة المشاهدين في التطورات الإخبارية وزارة الداخلية أصدرت بيان رسمي الآن تقول فيه أنه تم استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة بالإضافة إلى جثة مواطن واستشهاد مواطن والعثور على جثتين مجهولتين حتى الآن الله أعلم في فكرة أنه المواطنين ولا ربما يكونوا من أفراد الجماعة الإرهابية أو العناصر الإرهابية اللي كانوا مأجرين هذه الشقة وأنه اتقال أنه قوات الأمن في البيان دهمت هذه الشقة اللي موجودة في منطقة المريوطية وكانت شقة معدة لتصنيع وتركيب المواد والعبوات المتفجرة والناس فاستعدنا لاستخدامها في بعض الأعمال الإرهابية خلال الأيام القادمة ويتهم البيان جماعة الإخوان بأنها تقف وراء هذا الحادث طيب يبقى إحنا كده معلوماتنا شبه دقيقة إن إحنا بعيدا عن تصنفهم خمسة قتلة بين ستة ثلاثة واثنين واحد آه يبقى ستة صحب ستة قتلة وثلاثة وعشرين مصاب طيب جزء تاني فضلت الدكتور متعلق به نقد الأزهر وحركت يعني أنا سعيد بالبداية قلت إنه الأزهر اعتبرا من رئيسه الأصغر قيادة فيه ليسوا فوق النقد بل يرحبون بالنقد البناء جزء من هذا النقد هو فكرة المناهج يعني أنتم اعترفتم أن المناهج تحتاج إلى إصلاح وتطوير وعقدتم لجنة لتطوير المناهج على أي أساس يعني هو المناهج الأزهرية بعض الناس بيقولوا إذا كانت هذا هو منهج الأزهر القائم على أصل الدين الموروث وموجود منذ ألاف السنين يبقى إزاي نغير منهج الدين إزاي نغير الدين وإذا كان قابل للتغيير يبقى كان فيه حاجة غلط في تدريس الأزهر يعني أنت عربة اللي بيقعد يفكر دايما ما بين السطور يقولك لو كان صح يبقى حتى لو هجم قد كده لازم نكمله ولو كان غلط يبقى فيه غلط من الأول يبقى نرجع بقى ندور على الأسس والثوابت شوفوا سيستان طب الأزهر هو المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقوم بالتعليم الحواري تتبنى المنهج الحواري حتى في المقاررات الدينية يعني إذا ذهبت إلى العقيدة مثلا تجد الأزهر الأزهر هو سني وهو أشعري هو يدرس مادة تسمى مقارنة الأديان يدرس الملل والنحل حتى لما لا يسمى بالدين وإنما هي نحل وجدت على مدار التاريخ يدرسها الأزهر في كلية أصول الدين الأزهر أشعري ولدينا العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في كليات أصول الدين وأقسام أصول الدين في كليات أخرى كالدراسات الإسلامية في المعتزلة وفي غيرهم من الفرق الإسلامية هذا في الأزهر الشريف وفي جامعة الأزهر الشريف في العلوب الشرعية الجميع يعلم أن الأزهر يدرس المزاهب ليست المدارس المزاهب السنية فعلى الأقل تدرس ثمانية مزاهب في الأزهر الشريف أربعة منها ينتمون إلى السنة الحنفية والملكية والشافية والحنابلة وأربعة لا تنتمي إلى المزهب السني وإنما تنتمي إلى الشيعة الشيعة هم زاهب أخرى كشيعة الزيدية والشيعة الإمامية الذين يقولون هنا الحقيقة كلام فضلتك ده خلاني أتوقف عند نقطة هو ده صح يعني ربما من حيث المبدأ ومن حيث الفكرة العامة صح فكرة أننا عندنا من الرحابة بمكان أننا ندرس كل المناهج ندرس كل المناهج وكل الأفكار وكل النحل وكل الملل وكل المذاهب طيب مش ربما فضلتك ده يكون يعني خير قصد بيه خير لكن تكتو سيئة لأن تدريس بعض الملل والنحل ذهبت ببعض ضعاف العقول أو بعض ضعاف العلم إلى بعض الأفكار المنحرفة لا لا أبدا أنت تدرس وتعلم يعني تذكر الأدلة ولا تقول هذا مثل ذاك وإنما تذكر أدلة هذا وتذكر أدلة هذا وتبين بالحجة والبرهان بما ترى وبما تنتهجه أن هذا صحيح يتبع وأن هذا يحذر منه وهذا هو الذي يربي ملكة النقد ولذلك حتى بعض ما يجتزئونه من المناهج هو مقصود في المناهج لتنمية هذه الملكة أن يستطيع الدارس أن يحكم على الصحيح من الفاسد من الباطل من خلال دراسته ولذلك لا يمثل مشكلة للدارس الأزهري وإنما يمثل مشكلة لمن لا يعرف هذه الأصول وهذه الأغراض من القارحة دارسي أظهر على فكرة الحفظ والصم لا لا أبد أعمال العقل والتفريق والسند كلية أصول الدين معظم المواد التي فيها يعني تنتمي إلى المواد العقلية المنطق والفلسفة وحتى علم الكلام هي علوم يعني تعتمد على العقل الدليل العقلي في التوحيد مقدم على الدليل النقلي أحسن أحسن يعني نتخاطب لأن جميع الناس لهم يقول وليس جميعهم يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ولذلك إذا استدل في علم التوحيد الطالب في علم التوحيد لو بدأ الاستدلال بالقرآن الكريم فمنهجه خطأ وإنما هو يستدل في البداية بالدليل العقلي فبعد أن يعترف من يستدل عليه بوجود الله عز وجل ينتقل ليقول له قال الله تعالى وبعد أن يعترف بالله عز وجل ينتقل ليقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المذاهب الفقهية وفي المذهب الواحد ما لا يحصى من الخلاف في المسائل الفرعية بين الشيخ وتلامزته ولذلك إذا جئت تطبيقا لهذا المنهج وحضرت اجتماعا لهيئة كبار العلماء أو مجمع البخص الإسلامية أو المجلس الأعلى للأزهر يعني من لا يعرف هذه المناهج يظن أنه فور انتهاء الجلسة سيقوم شيخ الأزهر بفصل هذه القيادات التي توجد معه على الطاولة لأن وكيل الأزهر يعارضه في الرأي رئيس قطاع المعاهد له رأي هكذا ولكن هذا منهج معروف ومقبول وشيخ الأزهر آخر من يعبر عن رأيه في الجلسة أسمح لي نتوقف للخروج إلى فاصل وإحنا خارجين الفاصل بنتابع معاكم لحظة بلحظة على الهواء مباشرة وصول الرئيس الصيني بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معبة فيلة بالأقصر استعداداً لبداية الاحتفال الرسمي الذي تقيمه الدولة المصرية احتفاءاً بضيفها الصيني الكبير وتدشيناً لعام 2016 ليكون عام الثقافة المصرية الصينية واحتفالاً أيضاً بمرور 60 سنة على بداية العلاقات السياسية المصرية الصينية سترككم مع الأجواء الرائعة لمعبة فيلة والعلاقات المصرية الصينية فاصل ثم أعود وأستكمل حواري مع الدكتور عباس شوبان اشتركوا في القناة كمان في الجزء الأيمن من النافذة صور مباشرة لكاميرا الحالي يوم زملائي في الحالي يوم لانتقلوا مباشرة لموقع الحادث موجودين في منطقة الانفجار بمنطقة الهرام وتحديداً في المريوطية بجوار الشارع اللبيني عربيات الإسعاف وعربيات المطافق ورجال الدفاع المدني وقوات الشرطة اللي بتحاوت المكان علشان تحقيقات النيابة اللي هتبتدي تنزل ويهتحقق فيه الواقع من اللي حضرتكم الأحداث مباشرة سواء في الهرم أو في معبد فيالة بالأقصر فاصل مع الأحداث على الهواء ثم نعود اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر أهلاً بحضرتكم عدنا من جديد على الهواء مباشرة في الحياة اليوم وكنا بنتابع لقطات من البث المباشر لكاميرا الحياة اليوم في منطقة الهرم مكان الانفجار ومرحب مرة تانية بضيفي العزيز فضيلة شيخ الدكتور عباس شبان فضيلة الدكتور عندما قام الرئيس عباس تحسيسي في أحد خطبه بالدعوة إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني أعتقد أن الأزهر بادر إلى الاستجابة لذلك مش بس تكليف كتكليف من الرئيس الجمهورية أعتقد أن هذا واجب شرعي أيضاً فيما يتعلق بضرورة التجديد في الخطاب الديني لمواجبة العصر ومواجبة المتطلبات أعتقد ده الفلسفة التي تقف وراء فكرة تجديد المناهج وتغييرها هو يعني كنت حضرتك سألت السؤال قبل هذا لماذا نجدد وهل يعني التجديد أن ما عليه قطأ وإذا كان صحيحاً لماذا نغيره الحقيقة أن الشريعة الإسلامية في مبدئها وجزء أصيل من مقومات هي عملية التجديد المتواصل والتجديد لم يبدأ ولم يبدأه الأزهر منذ سنة ولا منذ سنتين ولا حتى في العصر الحديث أنما التجديد صباح لازمة للشريعة الإسلامية وأول مجدد في الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا إلى عصر الرسالة نجد أن هناك وقاع كثيرة حدثة فيها التجديد مثلاً في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن كتابة السنة النبوية وكان يقول لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحي يشتبوا لأن الكتابة كانت تتم على جريد النخل وعلى العظام وعلى رقاع فيختلط بعضها ببعض والذي يتحدث بالقرآن هو الرسول والذي يتحدث بالسنة هو الرسول فخشية أن يختلط اللفظ القرآني مع اللفظ النبوي حين اطمأن إلى أن الصحابة هم أهل فصحة وبيان يستطيعون التفريق بين اللفظ القرآني واللفظ النبوي أزن لهم بكتابة السل يرفض ثم يأذن هذا تيديد الرسول كان ينهى عن زيارة القبور ثم عاد فأزن بزيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروة هذا تيديد زيارة القبور ممنوعة لأنه في الجاهلية كان يقدس الميت الذي في القبر ويذهب إليه ربما مظهر من مظاهر العبادة فرفض ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صدر الإسلام أن يذهبوا إلى زيارة القبور حين أعلمهم بما هي القبور وما هو الموت وماذا بعده والحياة الأخيرة وما يمكن أن يستفاد من القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروة فإنها تذكر بالآخرة ويعني الإنسان يتعس فيها إلى هذا هو تيديد الرسول وضع لنا قاعدة وأعلمنا أنه يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها أو أمر دينها الرسول الذي قال هذا صحيح صلى الله عليه وسلم الأزهر يؤمن بضرورة التجديد ولكن الأزهر يفهم التجديد كما ينبغي أن يكون ما هو التجديد وما هو التبديد الذي يفعله الأزهر هو التجديد الذي يطلبه بعض الناس هو تبديد لا يمكن أن يفعله الأزهر الشريف خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزهر فهمه على حقيقته ولذلك لم يجد أي غضادة ولم يتوقع ما تناوله الآخرون وكنت مع شيخ الأزهر بعد انتهاء هذا الخطاب وأسنع على الخطاب وعلى مطالبة الرئيس بالتيديد فعلا لم يفهمه أنه انتقاص من الأزهر أو اتهام للأزهر لأنه فهمه أن هذا هو دور الأزهر بالعكس فهم أنه يضع الآمال على الأزهر وأنه فهم من ذلك أن الوتيرة المطلوبة في عملية التجديد يجب أن تكون أسرع هذا ما فهمه شيخ الأزهر وما فهمناه من مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي السؤال هنا فضلت الدكتور من يقوم بالتجديد؟ يعني البعض يقول أنه إذا كان العلماء والشيخ الأزهر الذين تخرجوا بناء على هذه المناهج هم الذين يقومون بتجديدها تم هم خريجي هذه المناهج وهم أصحاب فكر هذه المناهج ففاقدوا الشيء لا يعطيه لأنه هناك خطأ في الفهم أن مسألة التجديد انقلاب على ما هو ليس هكذا وإنما كلما تطورت الأزمنة وتغيرت ثقافات الناس وجب على المناهج أو القائمين على المناهج أن يواكبوا حياة الناس حتى لا تكون المناهج والمقاررات منفصلة عن واقعيهم والذي تعلم في الأزهر وتكون تكوينا صحيحا يفهم هذا ويفهم أنه حين يجدد فيحزف أو يضيف أو يعدل أو يغير حتى في الأحكام الموجودة لأن الأحكام كما ذكر الفقهاء أو الفتوى بما يطلق عنه الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص هذا ما يفهمه علماء الأزهر ولذلك هم لا يجدون غضغضة في أن يكون حكما في زمن ما صدر من الفقهاء العظام وأنه الآن لا يناسب الزمان ويجب معاودة الاجتهاد وهذا ما يفعله الأزهر الآن بقيادة شيخ الأزهر وقد ذكر في أكثر من كلمة له المسائل التي يجب أن يعاد النظر فيها شيخ الأزهر ذكر هذا في مؤتمر الإفتاء وذكره في مؤتمر الأوقاف في الأقصر وفي أكثر من مكان وحدد القضايا ويعمل عليها كبار العلماء الآن للاجتهاد في هذه المسائل التي فيها أحكام عن السابقين لكنها لم تصبح مواكبة للزمان وتحتاج إلى إعادة نظر واجتهاد ولكن من يشتهد؟ إذن الوصف الأدق أولا هي تطوير المناهج وليس تغيير المناهج رقم اثنين هو تجديد وليس تبديد رقم ثلاثة هو محاولة مؤكبة العصر وآليات العصر وأفكار العصر مش القضاء على أصول المناهج هذا هو الفرد الأزهر الشريف يقول أن هناك من القضايا ما يحتاج إلى إعادة نظر مع احترامنا لاجتهاد السابقين ولم يكن خطأا صحيح يعني حين نصدر حكما الآن لا نقول أن هذا الحكم اكتشفنا أنه خطأ أنت قلت سدنا النبي نفسه سدنا النبي نفسه وفي وقت قال أنه ما تروحش للقبو وبعد كده ما لقيت ظرف مناسب وثقافة الناس اختلفت سمح بيها كان مناسبا لزمان لم يصبح من أول والسابقون نصوا على هذا في كتبهم وقالوا إنه من الضلال المبين التوقف عند حدود من تهينا إليه يعني إذا فتشنا في الكتب الآن وتوقفنا عندها وقلنا قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشفعي رحمهم الله كذا فلا يجوز غيره وأفتينا الناس بهم قالوا إن هذا من الضلال المبين وأننا نضل للناس وإنما يجب علينا إذا تطاولت الأزمنة وأصبح الحكم بشرط أن يكون قابلا لمعاودة الاجتهاد فليست جميع الأحكام لا يستطيع الأزر أن يجتهد لأن حياة الناس أصبحت عملية في تخفيف الصلاوات فلتكن ثلاث أو صلاتين في اليوم أو أن الحج كما يقول بعضهم يكون في المقطة يعني هذا تخريف هذا تخريف هناك أحكام ثابتة وهي قليلة بالمناسبة هذه لا تقبل أبدا الاجتهاد لأنها محسومة بالنصوص القطعية لا اجتهاد مع النص فلا اجتهاد مع النص وهناك مسائل كثيرة جدا وهي ما تسمى بمسائل الفروع يجب أن يعاد النظر فيها وأن يجتهد فيها العلماء من آن إلى آخر ومن مكان إلى آخر والإمام الشافعي رضي الله عنه هو هو يعرف له القديم والجديد في الفقه القديم ما قاله في العراق والجديد ما قاله في العراق من قديمه أو من جديده صحيح أنا وقت انتهى بس بجدد دعوتي لك دايما فضلت الدكتور أولا أنا بسعد باستضافتي لحضرتك ودايما بسعد بحواري مع فضلتك أنت قام محترمة وممثل لقامة أكبر طبعا وهي الأزهر الشريف الصلحي الكبير نفخر به بس بجدد دعوتي لفضلتك دايما وأرجو أن تنقلها كمان للدكتور أحمد الطي فضيلة الإمام الأكبر أنا أريد أن تمارسه قدرا من الحسم وأنت عارف مبدأي يا دكتور عباس يعني تمارسه قدرا من الحسم والحزم لا قداسة للأزهر لكن لي الأزهر هيبة يجب الحفاظ عليها وإذا تهاوننا في التطول على من يتطلع على الأزهر سقطت هيبة الأزهر وأنا لا أرضى بذلك لا قداسة للأزهر والأزهر ليس فوق النقد والأزهر يرحب بالنقد ونظرتنا للتراث أن المقدس هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ورسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا تقديس للأشخاص ولكن لهم كل الاحترام فرق بين التقديس وبين الاحترام والتقدير لهؤلاء العلماء الأجلاء وهذا فرق بين الأزهر الذي يعرف قدر العلماء وبين غيره ممن لا يعرفون قدر هؤلاء العلماء أنا كل بس طلبي العصى لمن عصى شرفتني يا دكتور شكرا الله لحيات يا فنن شكرا جزيلا شكرا شكرا بشكر حضراتكم خلصت حلقة النهاردة بكرة حلقة جديدة من الحال اليوم أشوفكم فيها بكرة الجمعة حلقتنا الساعة 6ة إن شاء الله في أمان الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة